بسم الله الرحمن الرحيم الدعاء على الولد السؤال امرأة تكثر من الدعاء على ولدها وتكثر من الدعاء على جيرانها بعدم التوفيق وبخراب البيت فما حكم هذا الدعاء وربما أن يكون سبب الدعاء أمر بسيط وتافه جدا الجواب الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم رسل الله سيدنا محمد أما بعد جاء في صورة الإسراء قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا كثيرا ما يدعو الإنسان بالشر مستعجلا ومتسرعا في موضع الأليق والأكرم به أن يدعو بالخير وما أعطي الإنسان عطاء خيرا وأوسع من الصبر ما أجمل العبد أن يصبر نفسه ويقيدها بقيود الشريعة ويعود لسانه في ساعات الغضب أن يدعو لمن أساء إليه روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم وروى الإمام أحمد في مسنده والترمزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده كم هو الفارق كبير بين من يدعو الله تعالى لولده وبين من يدعو عليه وإن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله لا يستجيب دعاء الوالدين على الولد بشكل عام وخاصة في حالة الضجر والغضب قال الله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وبالمقابل على الأبوين أن يعلم بأن الله تعالى قد يستجيب لدعائهما على الولد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءته أمه فدعته أي نادت عليه فأبى أن يجيبها فقال أجبها أو أصلي يعني أخذ يفكر في الأمر من الداخل أي يجيب أمه أم يصلي ويطرك هذا النداء ثم أتته فقالت اللهم لا تمتفو حتى تريه وجوه المومسات لقد دعت عليه أمه وكان جريج في صومعته فقالت امرأة لأفتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فأبى يعني أبى هذا الإغراء وأبى هذه الدعوة من المرأة الساقطة فما كان من هذه المرأة الساقطة إلا أن أتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما وقالت هو من جريج فأتوه وكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فقاما وتوضأا وصلى ثم أتى الغلاما فقال يا غلام من أبك فقال أبي الراعي قالوا إذن نبني صومعته من ذهب تعال يا جريج لنبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين وهذا معناه أن دعاء الأبي ودعاء الأم على الإبن مستجاب وعلى هذا ننصح الأم وكذلك الأب أن لا يدعو الله عز وجل على الولد خشية أن يستجاب لدعائهما والموفق من صبر ودعا الله سبحانه وتعالى لذريته وللناس أجمعين بالخير نسأل الله سبحانه وتعالى الخير للجميع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر